احنا بجد ربنا سطرها معانا مبارح بتوفيقه لمحمد الشناوي طبعا كان بيلعب قدام فريق منظم سريع عارف يعني اسلحته ايه ومحدد هدفه عنده جمل تيكتيكية بيلعبها بكل دقة وبكل اتقار احنا ما روحناش يعني ما روحناش والواحد يصعب عليه اول ما يقول حاجة زي كده لان احنا برضو مش شوية احنا مش قليلين احنا عندنا شوية لعيبة لوز 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 لو كل واحد بس لعب في مركزه الطبيعي المنطقي اللي طول عمره منور فيه وبينجز من خلاله كان الوضع اختلف كتير جدا 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 عن اللي حصل مبارح يعني حاجة عجيبة جدا الحقيقة مستر كراش مش عارف هل محتاجين نعرفه هل الجهاز المعاون اللي معاه مفروض يعرفه يعني انا مش عارف هل اتحاد او مجلس اتحاد الكرة الجديد لازم يعرفه اذا كانت اللجنة اللي جابته معرفتهش لازم حد يعرفه يا اخوانا ان انت راجل برينس هلو ما اختلفناش عندك ماضي وتاريخ لكن تعالوا بص كده في حقيقة القمر انت جاي من بيتكو عشان تدرب منتخب مصر يعني مش جابينة كنت مكسر الدنيا في اوروبا لا سمح الله تاريخك وتدريبك لمنشاستر يونيتد كل ده على راسنا من فوق لكن لازم يبقى له امارة لازم نشوف له حاجة ملا بحناش حاجة انا بتكلم في القصة دي من اول مثلا ماتشبته على ليبيا كتير حتى من اصدقاء انا بكلم حضراتكم على المستوى الشخصي يقولك انت راجل كيب علي انا يعني ان انا كيب ومومة وكذا طب انت شفتوا حاجة تسعد شفتوا حاجة تطمن شفتوا حاجة تديكم انطباع ان احنا كده ان شاء الله الموضوع مفروغ منه ورحين كاس العالم وحنعمل شغل نار احنا بالمنظر اللي احنا مشين بيه ده لوصلنا الاقرب دورة رمضانية يبقى كتا الخير الدنيا يعني مش عارف وبعدين كمية العجرفة والتعالي اللي بتعامل بيها معانا يعني انا مش عارف مش عارف اخرتها ايه موسيقى موسيقى